اشتركوا في القناة الخامسة البرلماء العربي في دون اغاد الثالث من الفصل التشريع الثالث بدأت منغشة تغارير اللي جان خلالها تم تبادل وجهات النظر بين اعضاء البرلماء العربي حاول مضمون هذه التغارير قبل اعتمادها في نهاية الجلسة بعد تضمين ملاحظات مرئيات الاعضاء بشهنها كما صدر عن الجلسة عدد من البيانات السياسية حاول مجمل التطورات والمسجدات في المنطقة العربية حيث خدر غرار عن لجنة فلسطين بشأن تطورات ومسجدات القضية الفلسطينية وكان هناك بيان حول تطورات الازمة اليمنية وبيان اخر حول الازمة الليبية وبيان حول الازمة في السودان وكان هذا البيان حاصم وغوي في دعوته لوجود دور عربي مؤثر لحل الازمة السودانية قبل ان تتفاقع من الامور اكثر من ذلك وكانت هناك بيانات اخرى حول تطورات الوظفة العراق والصومال كما اشاد البرلماء العربي في جلسة المعقدة اليوم باستضافة مملكة البحرين للغمة العربية المقبلة واشادت بالدبلوماسية البحرينية التي يدعمها ويرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه والتي طبعا سياسة حكيمة متوازنة ترعى وتدعم المصالح العربية وتدافع الغضايا العربية سواء في المحافظة الاغلمية او الدولية كذلك تمدت الجلسة تغرير حالة سياسية عن عام 2022 وتغرير حالة حقوق الانسان في العالم العربي لعام 2022 وتغرير الحالة الاجتماعية لعام 2022 وخارطت طريق لمكافحة عمالة الاطفال في المنطقة العربية حتى عام 2026 كما ناقشت الجلسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة العنف الأسري وقانون آخر لتعزيز استثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي طبعا نحن نحرص كبرلمة العربي أن نكون متواجدين في الغضايا العربية ويكون لدينا استراتيجية لدعم الغضايا العربية سواء عن مستوى جلسات المجلس جلسات البرلمان العربي أو في مشاركاتنا الخارجية عن مستوى الأقليم الدولي حريصين على أن تكون الدبلماسية البرلمانية العربية حاضرة للدفاع عن الغضايا العربية ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع لخدمة الأمة العربية وشعبها العزيز نعم من القاهرة سعادة السيد عدد العسومي رئيس البرلمان العربي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك